ألا يوجد رجل بينكم يا محمد؟ لقد كان لي رأي بثباتكم وإيمانكم أكثر من هؤلاء يا محمد يقال إنك جئت مع رساء المدينة لبلاقاتنا ترى هل يوجد بينكم رجل يا محمد؟ ما الذي حل بجحيمكم وجنتكم هذا؟ وأنا أيضا أعتقد أن لا وجود لأي رجل بينهم عقيدتهم مبنية على الكذب يا أبا سفيان هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ أي يوجد بينكم من يستطيع أن يسكت صوت هذا الكافر؟ هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ هذا كلام رسول الله هل يوجد بينكم؟ 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 يا رب العالمين في بدر أخذت منا عبيدة وفي أحد حمزة وهذا علي أخو ابن عم رسولك خذ أنت بيده يا الله وانصره على عدوه نصرا مبينة الله أكبر انظر سوف نبيدهم ليس فيهم رجل واحد يا عمر يبتو أن فيهم رجلا واحدا اخبروني هل بينكم رجل سواي؟ في خلال حرب الخندق حينما كان يصرخ عمر بن ود وينادي ويطلب مبارسا وكانت أعين الجميع قد جحضت من الخوف قد برز للقتال دون أدنى تردد ورسول الله يقول اليوم قد خرج الإسلام كله لمبارسة الكفر كله ومن ثم يقول إن ضربة علي يوم الخندق هي أفضل من عبادة الثقلين لا والله يا علي كل هذا لك أنت أقسم إنما تقولوا حق انظروا جيدا الآن فقد خرج الآن الإسلام كله لمواجهة وقتال الكفر كله علي علي ابن أبي طالب يا رب ليس على الأرض الآن سوى هذا الفارس الصغير الذي يحمل اسمك واستمرارية رسالتك ويسعى في سبيل نشرها وليس غريبا أن يخرج محبوك الغرباء هؤلاء إلى المواجهة كي لا يكون لأحد سواك مكان في القلوب لقد أودعتك علي على هذه الحال فثبت قدميه وامنحه القوة والعزم في يديه ببرغتك نحن لا نهرق دمى أحد عد إذن إلى قبيلتك أغمد سيفك الآن فإن كان أبو سفيان معك حتى هو ما كان ليذهب نحو الخندق هل تعرفني جيدا؟ نعم أعرفك جيدا وأنا على ثقة تامة بأنك لم تنس ضربة سيفي في الخندق إذن أظهر شجاعتك دع الحاضرين يروا أنك تعرف قاعدة الشجاعة يا أبا سفيان هذا الفتى قد وضعني أمام ثلاثة خيارات فإما أن أسلم وأتركك وحيدا وإما أن أقاتله إذن ابقى مكانك كي ترى بعسنا وترى هذا المارد الذي يرتعد منه الأسد المفترس لقد أنشت جيدا ولكن من على ظهر فرسك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الله أكبر الله أكبر تضرب لك فتحك كي تشعر بالألم الذي يشعر به فرس مخطوع القواهن عشي يا فتى عرحني من هذا العالي الكبير فلم يرقبت إنسان حتى الآن شخصا كهذا ساقطا على الأرض اقطع رأسي أين تذهب؟ أرحني من هذا العذاب يا علي أنا أعرف ضربة سيفك جيدا في بدر كنت أعلم أن لدى العرب لا يوجد للدني سوى عليه لقد بصقت عليك كي أغضبك بسرعة وتقوم بإنهاي أغريك لتريحني من آلمي ونظرات القوم إلي باستهزاء نحن أهل البيت ليس لدينا شيء إلا في سبيل الله وقاحتك أثارت غضبي إذا أسرعت وأطفأت غضبي بقتلك فإنني أكون قد قدمت رضايا على رضا الله دمشيت قليلا فهدأت نفسي واستغفرت ربي والآن أنفذ فيك أمري لله وعلى سبيل إلى أين تفرون أيها الجبناء عليكم أن تقاوموا إن ضربة علي في الخندق أفضل من عبادة الثقلين علي علي